في سياقٍ آخر أعلن العراق رفضه للتصعيد والتلويح الأمريكي بخيار الحرب على إيران مؤكداً ضرورة احترام سيادة العراق ودعم جهود الاستقرار في المنطقة وجدد وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم خلال لقائه نظيره الإيراني جوال ظريف على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن التزام بغداد بحماية البعثات الدبلوماسية مؤكداً حرص العراق على الابتعاد عن سياسة المحاور والنأي عن أي صراعاتٍ إقليميةٍ ودولية أجرى رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل مع قادة ست دولٍ في غرب البلقان مباحثاتٍ لانضمام بعض هذه الدول إلى تكتل وذلك قبل قمةٍ مقررة بهذا الشأن في مايو القادم ومن المقرر أن تنشر المفاوضية الأوروبية الشهر القادم تقريراً حول دول غرب البلقان المرشحة للانضمام وهي ألبانيا والبوسنة والهارسك وكوسوفو والقبل الأسود وشمال مقدونيا والسربيا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر